اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما لقناة فنرجع لفكرة المالية امسح هذا الكومينت وعندي هنا هذا الاسلايس بعد ما احتاج لان رح ناخذ الارتكل حسب البيج نمبر فامسح كل هذا اخلي باكتك وأكتب HTTP localhost 3000 slash API slash articles ولازم نعطي page number أكتب page number يساوي حاليا نخلي واحد بعدين رح يكون dynamic حاليا خلينا واحد فهذا رح يرسل طلب إلى هذا الـ route API articles route هذا الـ get route handler وهذا الـ route handler رح يعطينا الـ articles حسب page number مثل ما تعرفون والـ article اللي ناخذ من القاعدة البيانات يختلف عن هذا الـ article هذا الـ article type اللي سويناه صابغا ctrl-p أفتح الـ types هذا فأمسح هذا وأعمل import لـ article from prisma client أخلي أخلي array من الـ article يعني هذا الـ type لـ article من prisma client إذا تلاحظ هنا في article item ينطيني error ctrl-p أفتح article item لأنه ياخذ article من article type من utils types رح ناخذ article type من prisma prisma client هنا ينطيني error لأن ما عدنا body عدنا description فغيرنا article body إلى article description جميل أظن كل شيء تمام بعد ما عدنا مشكلة نرجع إلى web browser شوف جاب لي articles من قاعدة البيانات طبعا لازم نعمل page number dynamic يعني لازم ناخذ page number من url ctrl p أفتح الناف bar هذا الناف bar أنزل شوية عندي هذا الرابط هذا الرابط يفتح articles page رح أخلي هنا query string page number يساوي 1 يعني أول مرة المستخدم من يفتح articles page page number رح يكون 1 نجي إلى articles page لازم ناخذ query string من url فأكتب هنا interface articles page props مثل ما تعرفون نقدر ناخذ query string من url من خلال props كل query string مولتنا رح يكون موجود في object اسمه search params سمينا page number من نوع string ناخذ search params اعمل object destructuring ل search params واخذ page number هنا بدلا من واحد اعطي page number فهذا صار dynamic ياخذ page number من search params نرجع إلى web browser اضغط على articles اعمل reload شوف page number واحد اذا اخلي اثنين واضغط على enter انطاني بيانات جديدة اخلي ثلاثة بحظت طبعا احنا لازم نهندل الpage nation هنا في الاسفل عدنا هذا component من المستخدم يضغط على اثنين لازم page number في url يصير اثنين هذا اللي لازم نسوي حاليا هذا الpage nation ما يشتغل فنرجع إلى visual studio اول شي انا رح اخلي هذا في function موحد اذا نخلي في function موحد رح يكون component مالتنا مرتب اكثر وايضا بالمستقبل رح احتاج articles في admin dashboard فرح احتاج هذا الكود فرح نخلي في function موحد اعمل الfunction هنا خارج الcomponent async function اسمي get articles ياخذ page number من نوع string او undefined يمكن يمكن بعض الاحيان page number ما يكون موجود فرح يكون undefined اعمل copy لهذا الكود ctrl c واخلي في هذا function ctrl v فحاليا ياخذ page number من الparameter وبالنهاية اعمل return للarticles بهذا الشكل والreturn type لهذا الfunction هو array من article لان هو asynchronous operation لازم نخلي في promise array من article بهذا الشكل انا اقدر اعمل return لهذا رأسا امسح هذا واكتب return يصير مرتب اكثر وامسح هذا لان نعمل الreturn بعد ما يحتاج الawait فهذا الفنكشن يجيب لنا articles حسب page number ففي هذا component هنا بعد ما احتاج هذا الكود امسح هذا الكود واعمل run ل get articles واعطي page number طبعا await get articles بهذا الشكل هذا الصحيح شوف الcomponent صار مرتب اكثر مجرد نعمل call لهذا الفنكشن راح اخلي هذا الفنكشن في ملف موحد اعمل folder جديد في داخل source directory اسمي api calls وفي وفي هذا الفولدر اعمل ملف جديد واسمي article api call dot ts اعمل cut لهذا الفنكشن ctrl x واجيب هنا ctrl v اعمل export لهذا الفنكشن هنا ينطيني error يقول اعمل import لهذا type import from prisma client article اخلي comment لهذا الفنكشن get articles based on page number نجي الى page ونعمل import لهذا الفنكشن from api calls article api call get articles جميل نرجع الweb browser try again كل شي تمام خلي نعمل reload حتى يروح error ما عندنا اي error اخلي page number 1 كل شي ok فنجي ونشتغل على page nation ترغيم الصفحات نخلي page nation dynamic بحيث اذا المستخدم ضغط على number 2 page number يصير اثنين حتى نعمل page nation احنا احنا راح نحتاج بعض الproperty في pagination component اصد الnav bar والarticle item والtypes ctrl p افتح الpage nation هذا الcomponent احنا راح نحتاج الpage لازم الpage يكون dynamic حاليا عاملين hard coding وايضا راح نحتاج الpage number والroute في هذا الcomponent فحاليا انا امسح هذا الarray الpage اعمل interface pagination props اريد الpage اللي هو من نوع number واريد الpage number من نوع number واريد الroute من نوع string pagination props page number pages ورoute فنحتاج هذه الاشياء نجي الpage هنا اذا تلاحظ ينطين error لازم نعطي الpage number والpages والroute الpage number ناخذ الpage number من search params اعطي الpage number والroute هو slash articles الroute لهذا الpage لان بالمستقبل اريد استخدم هذا الcomponent في admin dashboard خليت الroute كprops وايضا يريد pages احنا حاليا ما عدنا pages امنيا لازم نجيب pages pages لازم يكون dynamic اول شي احنا لازم نعرف كم article عدنا في غاعة البيانات فلازم نرسل request الى articles slash count افتح الapi articles count هذا الroute handler هذا الroute handler يعطينا عدد المقالات في غاعة البيانات احنا نحتاج هذا الشي في articles page حتى نهندل الpage nation اذا تلاحظ المسار لهذا api articles count فنجي الى article api call هنا ونكتب api call لهذا الشي نكتب function حتى يرسل طلب الى هذا الroute وياخذ الcount ف اعمل copy من هذا api call حتى نكتب اسرع ctrl v get articles count get articles count اسمي الفنكشن اهنا ما عدنا ايشي امسح هذا ما عدنا اي parameter والreturn type من نوع number promise number والمسار رح يكون امسح هذا api articles count اذا كان response not ok failed to fetch او failed to get articles count ف امسح هذا return await response to json هذا ينطيني الcount count اقدر اعمل object structuring واخذ الcount بهذا الشكل وبالنهاية return count وايضا اقول as افتح object count من نوع number يعني النتيجة لهذه العملية رح تكون من هذا النوع object اللي property مال تكون من نوع number عملنا object structuring فهذا يرسل request الى هذا route handler ويعطينا عدد الarticles في غاية البيانات فني اجي الى الpage article page اعمل import get articles count انزل شوية count count يساوي await get articles count ونعرف هذا من نوع number جميل حس لازم نعمل pages dynamic حسب هذا count فاكتب count pages يساوي count تقسيم article per page article per page هذا احنا خلينا هذا الvariable في هذا الملف constants article per page article per page حاليا الvalue مالت 6 على سبيل المثال اذا كان عدنا 12 article فكل page لازم يكون عنده 6 article فنريد نعرف كم صفحة نحتاج لهذه المغالات فنقسم article يعني عدد article على article per page يعني حاليا على سبيل المثال هذا 12 تقسيم 6 يصير 2 فالpages سيكون 2 يعني نحتاج 2 صفحات لهذه article عدنا 12 لكل صفحة 6 نخلي يكون dynamic يعني اذا كان عدنا 18 article فلازم نقسم 18 ب6 يعني 18 على 6 يساوي 3 فالpages سيكون 3 نحتاج 3 pages ل 18 article اذا article كان 24 ف24 تقسيم 6 4 يعني نحتاج 4 pages ل 24 article هذا الشغل هذا الكود رح يكون dynamic ولكن في بعض الاحيان هذا يمكن يكون 25 فهنا النتيجة رح تكون على سبيل المثال 4 point 1 احنا ما نريد هذا الشي احنا نريد النتيجة تكون عدد انتجر ما نريد 4 point 1 أو point 2 فنخلي هذا control x في math dot seal هذا ما نريد ما نريد اذا كان هذا 4 point 1 رح يخلي 5 يعني رح يخلي عدد انتجر وهذا اللي احنا نريد ما نريد عدد مع الكسور لأن هذا يعبر عن الصفحات جميل فعرفت الفكرة ونعطي pages لمن للpagination pages يساوي pages هنا لpage number ينطيني error لأن page number من نوع string هو يتوقع number فأخلي هذا في parse int page number يحول string الى number كل شي تمام هنا ما عدنا اي مشكلة هنا ناخذ articles حسب page number ناخذ count عدد المقالات في غاية البيانات وهنا عملنا pages dynamic ويعطينا كprop للpagination وأيضا اعطينا route والpage number نجي ونشتغل في pagination هنا اذا تلاحظ هنا ينطيني error ليش لأن pages هو من نوع number والmap يشتغل على array لازم نحول هذا البيجز الى array حتى نقدر نعمل map على هذا ال pages اعمل variable جديد let اسمي pages array النوع multi array من number الvalue الاولية اخلي array بدون ايشي بعدين اعمل loop على البيجز active for let i يساوي واحد طالما الاي كان اقل من او يساوي pages i plus plus pages array that push i هذا يحول البيجز الى array على سبيل المثال اذا البيجز كان 3 هذا راح يعمل array مع 1 2 3 هذا اللي يحصل ونريد هذا الشيء هنا بدلا من pages اعطي pages array فالبيج نيشن مالتنا صار dynamic هذا راح يعمل البيجز حسب عدد المغالات كل شيء تمام لازم نحول هذا الديف الى link component خلي نرجع الى articles page اعمل reload كل شيء تمام شوف عندنا 3 pages صار dynamic يعمل البيجز حسب المغالات اللي عندنا في غاية البيانات ولكن حاليا اذا اضغط على واحد ما يحصل اي شيء لازم نخلي في link component يعني نحول هذا الديف الى link component فاكتب link هذا link من next link واعطي اله ريف اخلي back tick اول شيء اخلي route question mark page number يساوي page من ين ناخذ البيج من هذا ال parameter الم الم يعمل loop على pages array فهس صار dynamic خلي نرجع شوف اذا اضغط على 2 page number صار 2 وينطاني البيانات للصفحة الثانية اذا اضغط على 3 page number صار 3 جميل صار dynamic هذا اللي نريد خلينا نعمل ال preve و next حاليا ما يشتغل نحول هذا الى link component link وايضا link فالمستخدم اذا ضغط على هذا ال link هذا الزر لازم يرجع الى الصفحة السابقة ف اخلي اشرف backtick route page number يساوي هنا لازم اقول page number ناقص واحد بهذا الشكل لان اريد ارجع الصفحة واحدة الى الوراء لو اخلي هذا في variable رح يكون مرتب اكثر ف اهنا اكتب conest preve يساوي page number ناقص واحد وايضا conest next يساوي page number زائد واحد فبدلا من هذا اكتب preve وايضا لازم نعمل هذا الشي لل next كتب هنا ايضا next variable ننزل احول هذا الى link هذا الشكل اعمل copy من هذا اله اشرف ctrl c واخلي next ctrl v وهنا اعطي next اظن كل شي تمام هنا بعد نرجع الى المتصفح try again اعمل reload ما ادعي مشكلة اضغط على preve شوف صار اثنين مرة اخرى صار واحد اضغط على next شوف وداني الى صفحة الثانية حاليا انا في الصفحة الثانية اضغط على next وداني الى الصفحة الثالثة جميل جدا اذا اضغط على next مرة اخرى شوف ما اعطاني اي شي لان ما عدنا اربع صفحات حاليا فاذا وصلنا للصفحة الاخيرة لازم هذا next ما يشتغل فاقدر اعمل هذا disable كيف نجي نخلي في شرط اعمل cut لهذا next ctrl x افتح curly braces واقول اذا page number لا يساوي pages اذا page number كان يساوي pages يعني احنا حاليا في الصفحة الاخيرة فلازم نشوف next فاحنا راح نشوف next next link اذا page number لا يساوي pages وايضا لازم نكتب هذا للprev ctrl x اذا كان page number واحد يعني احنا حاليا في الصفحة الاولى فما الا معنى ان نشوف الprevious لان ما عدنا الصفحة قبل الواحد ctrl v شوية رتب الcomponent ctrl a ctrl k ctrl f اذا page number كان واحد ما راح نشوف هذا اللينك لان ما عدنا الصفحة قبل الواحد واذا page number لا يساوي pages نشوف هذا اللينك لان اذا كان يساوي يعني احنا في الصفحة الاخيرة فما نحتاج نشوف هذا اللينك طبعا هنا ايضا لازم نكتب لا يساوي لا يساوي اذا لا يساوي نقدر نشوف هذا اللينك هذا الصحيح اذا يساوي فما نحتاج نشوف هذا اللينك نرجع الواب براوزر اعمل reload حاليا انا في الصفحة الثالثة ما اشوف النيكست اذا افتح الصفحة الثانية شوف الصفحة الاولى ما اشوف الprevious جميل لان انا في الصفحة الاولى ما عندنا صفحة قبل هذه الصفحة فما نحتاج نشوف الprevious وايضا الصفحة الثالثة هي الصفحة الاخيرة حاليا فما عندي الصفحة بعد هذه الصفحة فما احتاج اشوف النيكست كل شي تمام حاليا احنا اذا نريد نعرف احنا في اي صفحة لازم نشوف الurl اذا نكتب active class لهذا الpeygination رح يصير مرتب اكثر يعني حاليا انا في الصفحة الاولى اريد اللون لهذا المربع اللي هو مربع الصفحة الاولى يكون غير لون يعني اخلي active class خلي نرجع احنا لهذا لازم نخلي في هذا لازم نخلي هذا class name يكون dynamic فشنو اللي اسوي اعمل cut لكل هذا لكل classes انشوف control x افتح curly braces اخلي يكون dynamic اول شي اخلي كل classes طبعا لازم اشيل double quotation امسح double quotation وامسح double quotation بهذا الشكل فاكتب شرط هنا اذا كان الpage number يساوي الpage فخلي الbackground يكون هذا اللون grey 400 else لا تخلي اي شي فخلينا شرط نرجع شوف انا حاليا في الصفحة الاولى فاللون تختلف اضعط على اثنين شوف هذا هو الصحيح فحاليا المستخدم راح يعرف بان هو في الصفحة الثالثة اذا اضعط على اثنين الصفحة الثانية فخلينا active class للpage nation فكملنا هذا الpage عملنا الpage nation dynamic وكل شي تمام ما لدينا اي مشكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر